السؤال الأول السؤال الأول سأوجهه لك كلام المسيح عندما قال ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هذه الآية طبعا موجودة في بشارة متى في الإنجيل المقدس عن إيمان المرأة الكنعانية أو الفنقية والآيات هي من آية 21 لآية 28. اللي بيقرأ هذه الكلمات لأول وهلة بيصطدم بكلام يسوع المسيح بيشعر أنه كلام صعب ولا ربما جارح لهذه المرأة الغير يهودية امرأة كنعانية فشو ردك على هذا الموضوع الحادثة دي زم حاك تفضلت جيت في إنجيل متى 15 وحب أقول أن إنجيل متى من أكثر الأنجيل انفتاحا على الأمم بمعنى مع أنه مكتوب لليهود لكن مثلا في أصحاح اتنين تلاقي أن هيرودس المالك أراد أن يقتل الصاب يسوع رؤساء الكهنة لم يعنيهم إطلاقا أن يذهبوا لكي يسجدوا لكن اللي سجد للمسيح ناس جايين من المشرق لما نوصل لآخر الإنجيل نلاقي المسيح بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ومع ذلك هذا الإنجيل له طابعه أنه مكتوب لليهود وفي الأصحاح بتاعنا أصحاح 15 هنلاقي مفارقة صارخة الأعداد الأولى من هذا الأصحاح بنشوف رياء الكتبة والفرسيين يقول لنا أنهم جايين من أرشاليم إلى الجليل يعني حوالي أكثر من 80 كيلو متر ماشيين علشان يعني يسألوا يسوع مش يسألوا أنت المسيح إيه علامات المسيح الحاجات المهمة لكن لماذا تلميذك يأكلون بدون ما يغسلوا أيديهم كتقليد الشيو كل ما يعنيهم الغسلات الخارجية والقلب فاسد فالرب تحدث إليهم عن نجاسة قلوبهم من الداخل من قلوب الناس تخرج أفكار شريرة زينة فسق إلى آخرهم في هذا الجزء اللي شفنا في أول الأصحاح رياء الكتبة والفرسيين نشوف أمانة وتقوى و إيمان هذه المرأة المحترمة لكن لأن المسيح جاء لليهود للأمة بلغة رومي 11 جاء خادما للختان لكي يثبت صدقه مع الآباء فلم يجبها في البداية وهذا أعطى لها فرصة أنه يظهر عظمة إيمانها لأنها أصرت كتاب يقول لنا أنه لم يجبها بكلمة والتلاميذ قالوا لأصرفها لكن هي ظلت تصيح كما نفهم من إنجيل ماركوس أنها ظلت تصيح وراء أنا هنا شبان نوع الإيمان وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله لكن المسيح ليس خطوة أبعد كمان حب يعرف هل هي مقتنعة بحكم النموس عليها فعلينا قبل أن نتمتع بالنعمة النعمة التي جاء في المسيح أننا نخضع لحكم النموس النموس بموسى أعطي والمسيح لم يأتي لينقض النموس بل ليثبت النموس لكن بعدما أقتنع بخراب وفسادي نعمة ربنا مستعدة أنها تغفر وتبارك وتعطي لذلك قال المسيح لها حكم النموس عليها ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب بماذا أجابت هذه المرأة لو ما عندهاش إيمان لم يردش عليها المسيح كانت مشت لو ما عندهاش تواضع لما استحملت مثل هذه الكلمة لكنها قالت نعم يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الساقط من مائدة أربابها فبماذا أجابها المسيح يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين لقد امتحنتك في الإيمان والتواضع وجدت عندك إيمان وجدت عندك تواضع قبلت حكم النموس عليك وإيه حكم النموس علي وعليك أخ نزار كلنا أخطأنا ومن البطن سميت عاصين لو جيت لربنا بقول لنا كويس سأرفض من ربنا لكن لما أقول ل اللهم ارحمني أنا الخاطئ وأعترف بخطيتي وبعدم استحقاقي لأي شيء فإن الرب سيعطي ويبارك كما فعل ألا تعتقد أنه يمكن كان عندها ولو يعني بصيص من النور من خلال كلماتها ارحمني يا سيد يا ابن داود يعني هذه الكلمة يا ابن داود على ما يبدو أنه كان عندها نوع من الاستنارة ولو يمكن شيء بسيط أنه تعرف أنه يسوع هو ابن داود يعني بحسب النبوات برضو لو حبينا في سبيل المفارقة اليهود رفضوا أن يعترف بأنه ابن داود وهذه كانعانية اعترفت به ابن داود لكن عايز أقول أن ابن داود لن يخلص امرأة كانعانية عشان كده في المرة التانية قالت له يا سيد وشالت ابن داود وفي الحقيقة المسيح كابن داود جاء لليهود لكن كابن الإنسان وكابن الله جاي يبارك كل إنسان لذلك كان عندها بصيص وكان عندها قبول وإيمان أعظم من إيمان اليهود وعشان كده الرب قال عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين بس بعد ما تخلت عن ابن داود لأنه كابن داود لن يبارك الأممية لكنه سوفيدين الأممية لكن كابن الله اللي جاي مليان بالنعمة باركها وعطاها ما تريد